اهلا بيكو بريت سيكس كل سنة والطيبين هنشتغل مع بعض اول كونسبت اسمه the cell as a system the cell as a system يعني معناها خلية الخلية كنظام يعني ايه كنظام يعني السل دي عبارة عن منظمة او شركة جواها موظفين كل واحد من الموظفين شغال بوظيفة معينة تعالوا بس نتكلم في الاول عن living organisms بيقول ان living organisms ال structure بتاعهم او تركيبة living organisms متقسمة ل five levels يعني ايه متقسمة ل five levels هقولك دلوقتي يعني عندك ال entire living organism اللي هو جسم living organism بالكامل بيتكون من ايه اصلا يعني انت دلوقتي جسمك بيتكون من ايه بيتكون من systems digestive respiratory nervous يقول بتكون من systems جميل جدا طيب ولو حبنا نعرف السيستم الواحد عبارة عن ايه السيستم بيتكون من ايه بيتكون من ناخد مثلا example ال digestive system بتكون من stomach small intestine large intestine فالحاجات دي اسمها ايه دي اسمها organs يبقى السيستم الواحد يبقى السيستم الواحد السيستم بيتكون من organs جميل جدا طيب الورجن الواحد بقى الورجن بيتكون من ايه بيتكون من tissues يعني ايه tissues tissues اللي هي الانسجة يعني ايه يعني الاجزاء اللي بتكون الورجن tissue الواحد بيتكون من ايه بيتكون من cells النسيج الواحد بتكون من خلايا خلاص تعالى نشوف كده the structure of living organisms is organized into the structure of living organism تركيبة living organisms متقسمة على five levels entire living organism system organ tissue cell خلاص تعالى بقى نمسك definitions لكل واحد ليه entire living organism consist of group of systems طب السيستم الواحد بتكون من ايه acute group of organs system consist of group of organs تمام طب الورجن بتكون من ايه acute group of tissues consist of group of different tissues ناخد بالنا من كلمة different tissues دي تمام طيب التيشوز دي مالها which are joined into structural unit لا مش فاهم هقولك فين الورجن عندي هنا صورة الورجن اللي هو الاستومك بيتكون من ايه بس tissues القطعة دي tissue القطعة دي tissue الجزء دي تيشو الجزء دي تيشو الجزء دي تيشو متوصلين مع بعض فيكونوا الاستومك فاهمت ازاي فهي التيشوز دي متوصلة مع بعض وتكون الورجن اهو which are joined into structural unit يعني عندك التيشو دي بتبقى متوصلة مع بعض الاجزاء اللي انا ورتها لك دي متوصلة مع بعض عشان تكون الاستومك and perform certain function يعني بتقوم بوظيفة معينة ايوة التيشوز بتاعت الاستومك بتقوم بوظيفة معينة اللي هي ايه digestion تمام التيشو احنا عارفين التيشو بتكون من يعني ليهم نفس الشكل وليهم نفس الوظيفة اسمع كده عشان في حتة ممكن تكون انت مش واخد بالك منها الورجن بيتكون من التيشوز التيشو بيتكون من يبقى الورجن فيه تيشوز بتبقى مختلفة عن بعضها لكن التيشو الواحد بيبقى فيه سيلز شبه بعض خلي بالك من الحتة دي هندي كمان definition للسل السل بنقول عليها complex structure يعني تركيبة معقدة من الموظفين اللي قاعدين جواه ويشتغلوا بوظيفة معينة complex structure which carry out all its life activities يعني هي تركيبة معقدة بتقوم بكل activities بتاعت حياتها هي ايه activities بتاعتها انت عارف ان بيحصل digestion جوا السل ده نوع من الواع activities اللي تقوم بيها السل علشان تفضل عايش انت عارف انت عارف ان السل بتعمل respiration ايه ده يعني هي السل بتعمل حاجات بتحافظ على حياتها اه طب ازاي شوية لما نمد قدامها هتعرف كمان السل دي شبه ايه عارف لما يكون فيه عمارة العمارة دي ايه اللي بناها او بتتكون من ايه بتتكون من طوب تمام الليفينج اورجانيزم بيتكون من ايه ايه اللي بناله جسمه ده كله ايه اللي بناله كل جسمه ده السل فبنقول ايه هي يعني حجر البناء السل بتشبه حجر البناء او الوحدة الاساسية بيقولك ان السل موجودة في او او عتفتكر ان السل موجودة في صغيرة جدا وعايز ميكروسكوب يشوفها عشان يشوفها كمان في ديفنيشان تالت هي حجر البناء لل للحياة على الارض خلاص هي سبب الحياة من غير سيلز الحاجة اللي قدامي دي مش هتبقى خلاص فيه نوت هنا بتقول النمبر الموجودة في البلانت والانيمالز دفر يعني ايه يعني البلانت والانيمالز اكيد بيختلفوا في النمبر وصلت طيب ازاي مختلفة على اساس الايه كمبليكستي يعني التعقيد في تركيب جسمه انت عندك مختلفين عن بعض من ناحية من حيث التعقيد عندي جسمها مش معقد يعني يعني البضي بتاعها كله عبارة عن وانسل وعندي مور زان وانسل اكتر من وانسل تمام تعال نشوف الكلام ده اللي بتبقى وانسل اونلي اللي هو جسمها كل وانسل اونلي بنسميها يوني سيليولر اورجانزمس واللي بتبقى اللي بتبقى مور زان وانسل اللي بتبقى سلز كتيرة يعني مثلا two cells او اكتر بنسميها ملتي سيليولر اورجانزمس خلاص جميل جدا اليوني سيليولر اورجانزمس دي زي البكتيريا والملتي سيليولر اورجانزمس زي البلانتس والانيمالز نشوف نشوف الكلام دا او اورجانزمس اللي هما بتوع تركيب اللي هما بتوع تركيب اورجانز اللي هي او مكونات المكونات بتاعة السل اسمها اورجانز او الموظفين دي بتشتغل بطرق مختلفة والطرق دي بتحافظ على حياة السل which work in different ways يعني تعمل بطرق مختلفة to keep the cell خلاص طيب عندي بعد كده parts of cell اول حاجة ايه تعريف الورجانز it is structure in the cell اللي قلتها لك هي جزء جوه السل بيقوم بوظيفة معينة which is special function الرسمة اللي قدامك دي مطلوب انك تحفظ البيانات اللي عليها بس الفكرة ان الرسمة صعبة جدا ومحدش فهم حاجة فازاي ازاي سهل على نفسي دي بلانت سل تمام ودي أنيمال سل افرق بينهم الزايد والكطر وصعبين هسهل عليك الدنيا هاتورة وقلم وتعالى ارسم يعني يا المستر هنحفظ الرسومات لا مش هنحفظ الرسومات امال هنعمل ايه تعالى اتعلم معايا ترسم رسمة ولا وحشة بس عشان تساعدك هتساعدك جدا انك انت تعرف تذاكر تعرف التفاصيل بتاعت السل بسهولة حتى لو انت رسمك وحش تعالى نرسم مع بعض البلانت سل البلانت سل اول حاجة اول طبقة فيها بتبقى شكلها كده زي الريكتانجل والطبقة التانية اللي جواها بتبقى برضو شبه الريكتانجل كده وبعد كده هنرسم لكويد كده بيبقى موجود جوا مية كده موجودة من جوا وهنعملها في شكل نقط تمام الطبقة اللي من بره دي هنسميها سل وول والطبقة التانية هنسميها سيل ميمبرين ميمبرين خلاص والجوه اللي هو الليكود ده اللي عامل زي المية ده هنسميه سايتو بلازم خلاص جميل جدا تعالوا نشوف جوه عاملين ايه فيه اول موظف عندي هو النيوكلياس وهفجأك شوية كده قدام النيوكلياس هو المدير بتاعهم ده اسمه نيوكلياس اعمل لي دايرة كده لونها اسود ولونها من جوه تمام طيب تعالوا نرسم حاجات تانية ما تمسحوش احنا بس بنعمل ايه بنكمل على نفس الرسمة علشان فيها تفاصيل كتير سيل ميمبرين وسيل ميمبرين وسيتو بلازم ونيوكلياس هنرسم بص دايرة كده وفيها زي موج البحر كده زجزاج تمام وعندي تاني دايرة رفاية وجنبها دايرة رفاية تانية تمام هرسم لك كمان دايرة فيها دواير وهرسم لك كمان ارسم دا كده هرسم لك كمان تعبان ومشين نقطة على ظهره بص دايرة رسمي وحش جدا بس هسعد نفسي ان انا عارفة ذاكر دي اسمها ايه دي اسمها ميتو كوندريا ميتو كوندريا الدارتين اللي جنبها بعض اسمها جولجي أباريتس جولجي أباريتس تمام الدارة اللي فيها داوير دي اسمها كلورو بلاست كلورو بلاست التعبان اللي شايل نقطة دا اسمه اندو بلازميك ريتيكيولم اندو بلازميك ريتيكيولم خلاص وعندي اخر حاجة اللي هي دي هسميها ذاك يول ذاكيول خلاص كده احفظ غسيميك كويس جدا هتساعدك كتير جدا في المذاكرة دا البلاينت سيل تمام تعالا كنا نشوف الرسمة اللي احنا كنا خايفين منها في الاول هتلاقي الموضوع بقى افضل بص اول طبقة اللي هي السيل وول تاني طبقة اللي هي السيل ممبرين تمام المية اللي من جوه هي السيتو بلازم تمام طيب بص هنا دا الدواير الرفيعة جولجي أبريتوس الدايرة اللي جواها الدواير كلوروبلاست التعبان اللي شال على ظهره نقط اندو بلازمي كريتيكيولم نيوكلياس اللي كنا بنزهع عليها هي دي نيوكلياس الفاكيول الفاكيول سيأكمل حاجات اللي جواها دي الفاكيول دي اللي هي كانت اللي عام نزال بابل الكبيرة والميتو كوندريا اللي هي دايرة وجواها زجزاج طب يا مستر احنا بلانت سيل بالعافية فمناها وحفظناها بس هنذكر زي الانيمال سيل هقولك الانيمال سيل اللي هي هي البلانت سيل بس عايزك تشيل منها السيلول اسمع كلام دا كلام مهم عايزك تشيل منها السيلول وعايزك تشيل منها الكلوروبلاست الاتنين دول مش موجودين في الانيمال سيل تمام تعالى بقى الرسمة دي برضو هتلاقيها في الكتاب تمام اعرفها كويس جدا وانسألتك قلتلك هي السيل اللي قدامك دي انيمال سيل هتقول لي دي انيمال سيل ليه لان الاوتر اللي هي اللي من برا سيل من برا مفيش سيلول تمام اول حاجة عندي السيلول هنحكي عنها ونقول ايه حلي بالك الرسمة دي عليك تمام مش حفظ رسم لأ حفظ شكل عشان يجيب لك صورة تمام اول حاجة في السيلول وكلنا عارفينها انها موجودة في وده اتفقنا عليه من زمان قلنا ان هم حاجتين بس موجودين في مش موجودين في السيلول يبقى السيلول هي موجودة في السيلول ده معمول من اسمها سيليولوز سيليولوز ايه الفانكشن الفانكشن بتاعت السيلول انها طبقة خارجية بتبقى نشفة بتدي للبلانت شكل محدد يعني ايه بتدي البلانت شكل محدد يعني بتدي للشجرة شكلها المحدد ده ليه بسبب السيلول طب سواني يعني دلوقتي الفانكشن بتاعتها يعني صلب يعني خارجي هو السيلول ده عبارة عن مادة صلبة خارجية يعني تحيط بالبلانت سيلز ودي مهمة جدا هي اللي بتدي الدفنت شيب لل طب الانيمال الانيمال ما عندوش سيلول طب ازاي عندوش شكل محدد ازاي الهيومان شكله كده ازاي مسلا الدوك شكله كده مين اداهم الشكل محدد او انا ما عنديش سيلول هقولك الانيمال عندها طرق تانية تحدد شكلها زي مسلا البونز عضمنا هو اللي بيحدد شكلنا تمام حاجة تانية في عندي انسكتز بيبقى ليها ظهر كده ناشف زي الخنفسة لما تيجي تدوسها الخنفسة برجلك هتلاقي ان ليها ظهر ناشف زي مسلا الحلزون السنيل تمام الحاجات دي ليها ظهر ناشف كده بنقول ايه بيكوز الانيمال عندها طرق تانية علشان تحفظ على شكلها زي مين زي ما قلتلك البونز وزي ما قلنا كمان الصدفة اللي على ظهر الانسكتز يعني غطى يعني يشبه الاصداف هارد يعني صلب وناشف ظهر يشبه الاصداف وبيبقى ناشف تمام بسمي ايه الظهر ده بقى اجزو سكليتون اجزو سكليتون يبقى اجزو سكليتون هو ضهر ناشف معمول للانسكتز عشان يديها ديفينت شيب ناخد بالنا من الموضوع ده تاني حاجة عندنا السيل ممبرين ماشي خلي بالك من الرسم تمام السيل ممبرين او البلاسما ممبرين ايه الفونكشن بتاعتها تلات حاجات مهمة جدا الفونكشن بتاعت السيل ممبرين هقول لك حاجة عارف لما يكون عندك قريطة هتلاقي مثلا مصر هنا هتلاقي هنا مش عارف في ليبيا هتلاقي في الجنوب السودان ايه اللي بيفصل بين مصر والليبيا ايه اللي بيفصل بين مصر والسودان الحدود تمام جميل لما يكون عندي ميني سيلز جنبه بعض ميني سيلز تمام مين اللي يفصل بين السيل والتانية حدود يبقى اول حاجة هقولها عن السيل ممبرين او اللي لازم ممبرين ايد فورم باوندرز يعني حدود هو اللي بيعمل الحدود بتاعت السيل تاني حاجة تالت حاجة يبقى التلات حاجات بيقوم بها السيل ممبرين فورم باوندرز اف سيل بروتكت سيل كنترول سبستانس ويتش انتر اوليف سيل وده بصراحة السيل ممبرين شبهي السيكيوريتي شبهي الحارس هو اللي ينقي السابستانس او في نومبر سري هو اللي بينقي او بيسطر على السابستانس اللي داخل لو طلع انت تعال ادخل جوا السيل انت لأخرج برا يبقى هو اللي بيتحكم في الدخول والخروج بتاع الماتيريالز في السيل بيقول عن السيل ممبرين انها سيلكتيفلي بيرميابول يعني سيلكتيفلي بيرميابول كلمة معناها بيرميابول يعني العبور او الدخول تمام سيلكتيفلي يعني الاختياري يعني ايه يعني السيل ممبرين هو اللي بيختار من يدخل عنده في السيل يبقى ليه بيقول عن السيل ممبرين انها سيلكتيف بيرميابول بيكوز فيه سبستانس قدر تعدي السيل ممبرين وفيه حاجات ما تقدرش ليه لان السيل ممبرين هو اللي مسيطر في الموضوع هو اللي بيسترح بالدخول وبيسمحش بالدخول حاجات خلاص ندخل على السيتو بلازم الراسمع تحفظ شكلها السيتو بلازم ده قلنا انه عبارة عن ايه ده زي المية اللي احنا كنا راسيليون في النص المية دي بنقولها لانها زي مادة كده من الجيلاتين هي السيتو بلازم يعني انا عندي السيتو بلازم تمام هي اللي موجودة فيها وهي اللي بتعوم فيها تمام يعني ايه الفنكشن بتاعات السيتو بلازم دي انها يعني ايه بتدعم تدعم كلمة يعني تدعم بتدعمهم بتدعمهم ازاي بتشوف كل محتاج ايه وتديله الطلبات مثلا في عايز خلاص فهي السيتو بلازم تروح مديالو انرجي تمام فيه مثلا ارجاني التعب تقوله خلاص ريا حندا دلوقتي ونجيب حد غيرك يشتغل مكانك هي الفكرة كلها ان هي اللي بتعرف احتياجات الورجاني مين السيتو بلازم خلاص السيتو بلازم هني بيعرف احتياجات الورجاني عايزين دلوقتي نكمل كلامنا عن النيوكلياس طبعا الرسمة زي ما برتفق معاك انها عليك بيقول مش كل السيلز عندها نيوكلياس انت عارف زي مين زي في شوية بلاد سيلز مش كلهم في سنبلت سيلز تمام اه ما عندهمش النيوكلياس تمام في برضو سيلز في اللويم والزايل بتاع السنة اللي فاتت كلام ده في حاجة منهم يبقى عندهش نيوكلياس تمام طب يا مستر ازاي النيوكلياس مش موجودة مش ممكن كده ال ليفينج ورجانيزم يموت لا هو مش قصد هيموت بس هو ايه هيبقى عمره قصير تمام لو انا عندي سيل ما فيهش نيوكلياس يبقى السيل دي ايه هتموت قريب خلاص بيقول ايه النيوكلياس دي ان تم اكتشافها لما كانوا العلماء بيدرسوا ال بلانت سيلز ناخد بالنا من معرومة دي خلاص بيقول ايه كمان ايه تمام انا هدخل مطلب المدير ومستنى ادخل اشوف حد. اه. مكتب المدير اللي هو انا دخلته لقيت واحد قاعد جوه على مكتب وشكله كده. عامل زي الحلزون كده. لافي في حوار النفس او زي السوستة. ده اسمه دي ان اي. دي ان اي. من الاستاذ ده? دخلت وقالت له انت مين? قال لي انا مدير? وقاعد جوه تمام? ايه قصتك? قال لي بص. لما تيجي تمسكني وتفردني تعملني سلك كده مفروض. هتبص هتلاقي ان? بياناتك او بيانات مكتوبة هنا. يعني في جزء هنا خاص مثلا بيه. في هنا جزء مخصوص عن المعلومة بتاعت سكين كرار. هير كرار. ايه ده? الحاجات دي او الاجزاء كل جزء من الدي ان اي بنسميه جين. يبقى انا عندي جين مسؤول عن لون العين. جين مسؤول عن لون الجلد. جين مسؤول عن لون الشعر. يعني انا مسلا لو انا عني لونها ازرق. يبقى هنا الجين ده بتاع لون الازرق ايوة. ايوة يعني ايه جين لون ازرق. يعني هي مكتوبة. مكتوبة بالورقة او القلم كده. لون عينين ازرق. ايز بلو ان كالر. لأ ما بتتقلش كده. الجين ده هو اللي هيصنع السابستانس اللي بتدي لون ازرق للعين. فهمت الجين بيعمل ايه? بيصنع السابستانس اللي بتدي لون ازرق للعين. السابستانس دي تعتبر بروتين. الجين اللي بعده. الجين ده مسؤول انه يصنع السابستانس المسؤول عن لون الجلد. تمام? في ناس لونها اصمر لون ناس لونها فاتح. حلو الكلام. فاللون نفسه لو مسلا لون اصمر. اللون ده مين بيصنعه? الجين. الجين هو اللي بيعمل للون. اللون ده معمولة عبارة عن بروتين. الهير كالر لو واحد مسلا شعره اصفر. يبقى الجين اللي هنا هو اللي هيطلع اللون الاصفر. يعني هيطلع يعني هيصنع اللون الاصفر. خلاص? ولون الاصفر ده عبارة عن ايه? اللون نفسه عبارة عن ايه? عبارة عن بروتين. يبقى انا عندي دي ان ايه? بفرده بيطلع لي. سلك مفروض كده. كل سلك عبارة عن اجزاء. كل دي ان ايه عبارة عن اجزاء. الاجزاء دي اسمها جينز. خلاص? الجين الواحد. الجين الواحد مسؤول عن صفة واحدة فيك. فيه جين مسؤول عن لون عينك. جين مسؤول عن لون جلدك. جين مسؤول عن لون وبنت. وهكزا. الجين ده علشان يشتغل. تمام? يعني مسلا بتاع لون العين. لو لونه ازرق. يبقى انا بطلع البروتين اللي بيصنع اللون الازرق. وهكزا. خلاص? يبقى اول حاجة بتعملها في بتاعتها انها بتعمل صناعة البروتينز. مين اللي بيعمل البروتينز? النيوكليز. مين بالزبط من جوه? الدي ان اي. تاني حاجة النيوكليز بتقدر تعملها. بصة هقول لك حاجة. لما تدخل جوه وتلاقي المدير الاسمه دي ان اي. قال لك الدي ان اي دي? علشان نخلي السل الوحدة تبقى ازاي? قال لك ادخل جوه لدي ان اي هو اللي عنده الحل. فبقول له لو سمحت يا دي ان اي ان انسخ نفسك نسخة تانية. حاضر. علشان ينسخ نفسه نسخة تانية جهي بص على النسخة بتاعته كده الداية. قال انت انت اسمك ايه? قال لان اسم دي ان اي بس جديد. قال له بص. اطلع بره. اطلع بره السل خالص. ويعمل نفسك سل تانية. لانك ما ينفعش تعيش معايا. فبدل ما كانت السل فيها دي ان ايه? السل تحولت لاتنين دي ان ايه. فهيحصل ايه? القديم يطرد الجديد. يقول له اتفضل امشي. اطلع بره. تمام? واصلنا عن نفسك سل. فهيبقى عندي تو سلز. تفهمنا ازاي? يبقى انا عندي سل اللي هي الاصلية. وعندي سل تانية اللي هي فيها. دي ان ايه الجديد. خلاص? دي ان ايه قدر يصنع نفسه سل كاملة. دي احنا بنسميها ايه? انه يكون عندي سل وتتحول لتو سلز. بنسميها ايه? سل ديفيجن. سل ديفيجن. دعا نشوف الكلام ده. قرنا الكلام ده. هناخد من هنا. خلاص? انا عارف الكلام ده. ان النيوكلياس ده المكان اللي بيقعد فيه المدير اللي هو دي ان ايه. دي ان ايه عنده المعلومة في شكل ايه? قلنا الحبل لف حولي نفسه بيتفرد كل جزء ان الحبل عبارة عن جين. خلاص? دي ان ايه كاري انفورميشن از ان الفيديو الجينز. اتش جين ديترمايني تريتس اوف لف ارجنزم. كل جين بيحدد صفات اللي عندي. تمام? لو راجل طويل يبقى هيخلف طفل من بياناته ان هو طويل. تمام? البيانات بتاعته اللي هي الجينات بتاعته. طب. ايه الفنكشن? ات وورك از كنترول سنتر او ارجنز. الووطر النيوكلياس هي الكنترول سنتر لل ارجنز هي اللي بتتحكم فيهم. تاني حاجة بنقول ان السيل بتستعمل دي ان ايه? اتو كنترول سيل اكتيفيتز احنا عارفين ان هتتحكم في السيل اكتيفيتز. باي ترنينج اون سم جينز ان ترنينج اوف ازر جينز. يعني ايه ترنينج اون يعني انا هشغل جين وهطفي جين. يعني ايه? عندي اه تمام? وهنا przedstaw ؟ واعني اللون هي از رق. الجين بتاع الون الازرق هو اللي اعملنا له ترنون. الجين بتاع اللون العسلي, الجين بتاع اللون الاخضر. الجين بتاع اللون الاسود conjunto دا احنا شلنا. مش شلناه بنقول عليه طفنة عملنا له ترنينج اوف. الجين بتاع الحاجات اللي مش مب foil عندي الطفة. انا مسلا شعري اسود. يبقى انا عندي جين اللون الاسود للشعر. ده اللي شغال. طب ايه الجين انا مطفي عندي? انا مطفي من عندي جين لون الجلد. مطفي من عندي جين اللون بتاع الشعر اللي هو مش الاسود. الاصفر. البني. تمام? الالوان التانية غير الاسود. تمام? طيب. ايه هو تصنيع البروتين المسؤول عن لون العين الازرق. لون الشعر الاسود. انا شغلت البروتين او شغلت الجين اللي بيطلع بروتين لونه ازرق. لكن طفت الجين اللي البروتين لونه. لو انا هتكلم عن لون العين. لون مسلا اخضر. خلاص? احنا قلنا خلاص موضوع ان عندي دي ان ايه بيبقى اتنين دي ان ايه. بينسخ نفسه. القديم يطرد الجديد ويقول له اطلع برة اعمل لنفسك سلة تانية. اهو ان ده بيعمل ايه? اهو الدي ان ايه بقى اتنين. تو ميت نيو سيلز. هيعمل له تو سيلز. القديم يطرد الجديد فبيبقى تو سيلز. وززز Sham genetic makeup aspirant sel. يعني ايه? يعني ايه? يعني السل الجديدة السل الجديدة اللي بيبقى فيها دي ان ايه جديد. فيها نفس الجياتك ميككة. يعني ايه نفس الجياتك ميككة ميككة يعني نفس المحتويات الجينز بتاعة الايه?n ايه? ايه القديم? اه طبعا? لان ان الDNF القديم وDNF الجديد هم الاثنين نسختين لبعض وزي بعض. فطبيعي ان النيوسيلز يكون عندها نفس الجينيتك ميكب او نفس المحتوى بتاع الجينز نفس الجينز اللون يعني الازرق واللون الشعر الاصفر واللون الجلد الاصمر زي البرانسيل. خلاص كده احنا كده شرحنا مين النيوكليوس. طيب نكمل مع بعض الارجن اللي البعد هون ميتو كوندريا. الميتو كوندريا بيتقال عنها انها هي center of energy. center of energy يعني مركز الطاقة. يعني ايه مركز الطاقة? يعني انا بصنع الانيرجي جوه الميتو كوندريا او بيتقال عليها powerhouse. powerhouse هي center of energy. الكلمة دي معناها دي. powerhouse يعني center of energy. تمام? where cellular respiration يعني ايه الكلمة دي بص هقولك بيحصل ايه الميتوكوندريا تمام يدخل جواها الفود تمام ويدخل جواها الاكسجين فيروح يعمل ايه الاكسجين الاكسجين يروح يمسك في الفود يطلع منه الكيميكال انيرجي خلاص يبقى الاكسجين يروح يمسك في الفود يطلع منه كيميكال انيرجي مش انت واخد في جريت فور ان الفود بنحول في الكيميكال انيرجي لكينتك انا عايزك بقى ترجع الوراء عايز لسه اطلع الكيميكال انيرجي من الفود ازاي بالاكسجين ازاي بالمايتوكوندريا يبقى الميتوكوندريا هي اللي بتاخد الاكسجين تقربه ناحية الفود تقول له يا فود هات الكيميكال انيرجي اللي عندك البروزيس دي اسمها خلاص كمل يبقى عشان السلة تقدر تكمل في شغلها تقدر تشتغل يبقى محتاجة انرجي تجيب من الانرجي من الفود طب ازاي استخرج الكيميكا الانرجي من الفود الاكسجين موجود ودي اسمها اللي بعده جولتي اباريتس دي انا على طول يعني بحس كده انها شبه الدادة عارف الدادة كده في الصبح تيجي تصحي الاولاد تلبسهم اليونيفورم وتقول لهم يلا اخرجوا برا البيت علشان تروحوا المدرسة هي الدادة دي بتعمل ايه بتروح تمسك اللي في السل تلبسها بتعمل لها تغليف تمام وتخرجهم لبرا السل بس يعني بتعمل تغليف وتنقل اللي هي الخاصة بالسل دي مين الجولجي اباريتس كلوروبلاست الكلوروبلاست ده طبعا من الحاجات اللي موجودة في البلانت سل اونلي وقتلك هما اتنين اللي موجودين في البلانت سل اونلي السلول والكلوروبلاست طبعا الرسمة زي ما قلتلك عليك انك تعرف ان دي صورة الكلوروبلاست تمام الكلوروبلاست ده بيتكون من ايه الكلوروبلاست بيتكون من حبوب وماشي ممكن نرسمها بالرسمة افضل حبوب كده تمام موجودة في اكياس او متغلفة تمام ولونها اخضر يبقى حبوب متغلفة جوه اكياس تمام لونها اخضر ليه علشان جواها الكلوروفل اه يعني الكلوروبلاست في حبوب اللي هي الدوائر مش احنا كده منرسم دايرة جواها دوائر الدوائر دي هي ايه الحبوب اللي شايرة جواها الكلوروفل تمام بس دا كل الموضوع تمام بلانت سيل كونتين سمول جرين جرانيولز حبيبات صغيرة انساكس في اكياس انزيز جرانيولز او جرين ليه بكوز دي كونتين كلوروفل يعني يعني يصب خط الكلوروفل الكلوروفل بيعمل ايه بيعمل 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 بانرجي فروم صنلايت والانرجي دي is used to make food for plant ايوه الانرجي دي هي اللي بتعمل الفود فور بلانت انت مش بتاخد مش احنا بناخد الانرجي فروم صنلايت عشان نصنع الجلوكوز تمام بس ما هو دا الفوتوسينسز كلام من السنة اللي فاتت بس دا كل الموضوع يبقى انا كل الجديد اللي انا عايز اعرفه من الموضوع دا ان انا عندي الكلوروبلاست فيها جرانيولز لونها جرين بسبب الكلوروفل الفونكشن اتكاري اوت الفوتوسينسز تمام والنوت بتاعتي المعروفة حتى اخذناها سانفادة ليه الانيمالز كانوت ميكزير اون فود او ليه الانيمالز مش بتقدر تعمل الفوتوسينسز علشان ما كانش عندهم كلوروبلاست بي دو ابسنس اف كلوروبلاست ان زر سلز والكلوروبلاست السورس اف جرين كالرين ام بلانت يعني كلوروبلاست هي مصدر اللون الاخضر في البلانت ندخل على البعض اندوبلازمي كريتيكيولم اندوبلازمي كريتيكيولم ده شاي البروتين على ظهره بيجمعهم ويشلهم على ظهره وينقلهم الفنكشن ات كوليكت اند ترانسبورت بروتين في كلمة تانية زي كوليكت اسمها ازيمبل يبدو الاندوبلازم مكريتيكيولم ده بيجمع البروتين وينقلهم تمام فاكيول الفاكيول دي دي مخزن للأكل والشرب والوستس بتاعة السل تمام يعني تشبه الكيز يعني تخزن والووتر والوستس وعايز أقولك أن الفاكيول اللي موجودة في البلانت سل أكبر من اللي في الانيمال سل فاكيول ان بلانت سل عشان مخزنة مية تمام بقولك دي ممكن نشبهها بي المدينة وكل جزء من أجزاء المدينة يعني مثلا عندك النيوكلياس دي تشبه السيتي هول يعني إيش تشبه السيتي هول السيتي هول اللي هو مجلس إدارة المدينة لأن النيوكلياس هو اللي فيه المدير اللي هو الدي ان اي السل مبراين دي اللي بيبقى فيها الحراس أو السيكيوريتي اللي بتدخل ناس وبتخرج ناس وتقول لناس ادخلوا والناس تقول لهم لا ما تدخلوش يعني الحراس على بوابات المدينة الميتو كوندريا هي اللي بتصنع الانيرجي يبقنون على الالكتري باور ستيشن محطة توليد الطاقة هي اللي بتجمع البروتينز على ظهرها فبنسميها يعني عمال البناء تمام جولجي أباريتس ده احنا قلنا ان ايه اللي هو بيلبس او بيعمل تغليف يبقى هو الباكيجينج فاكتوري يعني ايه باكيجينج فاكتوري يعني مصنع التغليف والتعبئة او منه على البوست اوفيس مكتب البريد ليه مكتب البريد لان انا بجيب الرسالة بحطها في ظرف يبقى انا كده بتتغلي في الرسالة جوه ظرفه واروح ابعتها للمكان اللي انا عايزة ابعته ليها يبقى ده ممكن اقول الجولجي أباريتس زي الباكتجينج فاكتوري او البوست اوفيس الفاكيول بتبقى زي اماكن التخزين ستوريج فاسيليتي تمام سيلوول ده زي مين باورفول بريكوول يعني حقط من الطوب القوي جدار قوي من الطوب ده هو السيلوول تمام اخر حاجة الكلورو بلاست هو مصنع الاكل فاكتوري خلي بالك من معلومة لما اقولك ايه هو الارجنل اللي بيبقى سورس اوف فود سورس اوف فود تقولي الميتو كوندريا لكن لما اقولك مين الارجنل اللي هو ناسف السورس اوف فود اللي هو الكلورو بلاست اللي بيصنع الاكل هو الكلورو بلاست طب مين السورس اوف انيرجي اللي بيصنع الانيرجي اللي هو الميتو كوندريا خلاص يبقى اللي بيصنع الفود هو الكلورو بلاست لانه الفود ده بيصنع عن طريق الفوتو سينسيز لكن اللي بيصنع الانيرجي هو الميتو كوندريا لانه بيصنع الانيرجي عن طريق السيلولر ريسبايريشن خلي بالك من المعلمة دي لانه بيحبوا يسأله فيها كتير تمام هنا الصورة دي جايلك من الكتاب وبيقول لك يلا اكتب البيانات دي اكيد صورة مين النيوكلياس ماشي عندنا صورة ايه تاني ده مشاور عليها من برة يبقى ده سلميمبراين تمام ليه قلت سلميمبراين مش سلوول لان لو كان في سلوول وسلميمبراين كنا شفنا طبقتين ورا بعض بس انا شايف بقى واحدة يبقى ده سلميمبراين تمام هنا مشاورة على المية بس يعني مشاورة على المية اللي عايمة فيها الأورجنلز يبقى ده سيتو بلازم دي مين دي كده معاملة كده يبقى ده ميتو كوندريان تمام سهلة فيها الجينز اللي بتحدد الصفات فيها الجين بتاع الصفات بتاعتي او البيانات بتاعتي لون العين الازرق لون الجلد الاصمر لون الشعر الاسود وهكذا طيب بيقول لي مين الأورجنلز اللي موجودة في البيانات سلز ومش موجودة في البيانات سلز هم اتنين السلول والكلوروبلاست طالما تكلمت عن البيانات سلول يبقى هو الكلوروبلاست والسلول تمام طيب فيه تاني يعني بيقولك ان فيه اورجنلز كتير في البيانات سلز هي هي نفسة في الانيمال سلز لان اكيد اي سلز بتاعت اي محتاجة حد يعمل لها انرجية زي الميتو كوندريا حد مثلا يخزن لها اكلها زي مثلا الفاكيول حد مثلا يسمح بدخول وخروج الماتيريالز زي السيتو بلازم حد يصنع لها البروتين زي dna يعني السل اللي هنا هي هي السل اللي هنا السل اللي في البيانت هي السل الانيمال بتحتاج تعمل ايه؟ يعني مثلا دي ان ايه ميك بروتين الميتو كوندريا بروديوس انرجي السيل ميبرين كونترول سابسنس انترينج اور ليفنج تمام يعني ايه بيقولك بيكلمك بشكل عام السيل بتحتاج ايه فسواء كانت بتاعة البلانت او بتاعة الانيمال هم 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 الاتنين زي بعض تمام في سؤال تشوز هنا بيقول لي تشوز the false sentence مين في دول هلط سيلز يوز سايتو بلازمتو كونترول وين سيل ديفايتس ايوه طبعا غلط السيل ديفايت دي طبعا النيوكليس مش تبعا السيتو بلازم تمام ايه تاني السيل نيلس هي السيل بتحتاج لايه انيرجي والانيرجي دي جاية من ايه من الفوت والاكسجين قلتلك السيلر رسبايريشن اللي بيحصل فيه الميتو كوندريا انا بستعمل الفوت والاكسجين مع بعض عشان اطلع انيرجي الووتر الووتر مهمة للسيل بس بيقولك لو دخل كمية ووتر للسيل هتتنفخ ومن كتر ما تتنفخ هتحصل ايه هتنفجر تمام بيقول يعني سيل يعني تنتفخ يعني تنفجر طب انا مش لازمني انا كمية المية دي اعمل ايه يبقى المية الزايدة بنخرجها برا يعني امنع السيل والبيرس اللي بيحصل للسيل ازاي يمنعه ان انا اطرد المية الزيادة كمية ووتر كان ليفزى سيل سو سيل كان كيب السيل هتقدر تحافظ على توازن المية برا وجوه كما يكون كده السيل هقدر حافظ على توازن المية برا وجوه السيل او على جانبي السيل في النحيتين بتواصل كاملrån يعني برا وجوه السل اهو سل كان كرب توازن الميا بوص سايدز في النحياتين بتع Brene لي blaze جوه السل وبرى السلієدي ناحيتين السل تالت حاجة بالسل بتحتاج طريقة تدخل وتخرج بها اللي بتجرب بها الماتيريالز ويهoksو جيت نيدية ماتيريالز يعني طريقة تدخل بها اللي بتجرب بها الماتيريالز هي رائعة محتاجها علشان ايه عشان استعمالها فان انا اطلع وكمان عايزين طريقة نخرج بيها الوستس تمام عايزين نعرف تاريخ السل طيب اللي شاف السل اللي اول مرة تحت المايكروسكوب هو روبرت هوك use the microscope to see small objects that cannot be seen by naked eye بيشوف بيها المايكروسكوب بيشوف حاجات صغيرة مش بتشاف بالnaked eye وهوك ده اول واحد انه يستعمل كلمة سل هو اول واحد يستعمل كلمة سل عشان يوصف الحاجات الصغيرة اللي كان بيشوفها تحت المايكروسكوب اكيد طبعا هعوز المايكروسكوب عشان هشوف السل وعليك انك تعرف بيانات الرسمة لانها يعني هتطلب اول حاجة دي اللي انا ببص منها اللي هي ال eye piece تمام وبقيها اسمه تيوب في عندي مصمرين المصمرين دول هم اللي بعمل ايه لما يجي احركهم يطلعوا لي تيوب دي فوق وتحت لانك لما بتطلعها فوق بتبعد بتبعد كل الجزء ده عن المكان اللي بنشوف منه السلز تمام ولما تيجي تنزلوا لتحت يبقى انت بتقرب المكان اللي بتشوف منه السلز يبقى دي مسامير بتطلع وتنزل التيوب ال eye balance تمام اسمها course focus و fine focus دي العدسات objective lenses وفيه منها ضعيف ومتوسط وخوي تمام دي ال arm بتاعت الميكروسكوب دي ال stage clip ال stage clip اللي هو يعني الدبابيس اللي بسبت بيها السامبل السامبل اللي هي الحاجة اللي انا عايز اشوفها تحت الميكروسكوب ال stage اللي هي الحاجة اللي احنا حطنها تحت الميكروسكوب دي اسمها ال stage ال stage اللي هو اللي بنحط عليه بنحط عليه السامبل تمام اليومينيتور اليومينيتور دي يا جماعة لمبة بتزود النور من تحت السامبل اللي احنا عايزين نشوفها علشان توضح الصورة اكتر ال base اللي هي الجزء اللي ساند عليه الميكروسكوب خلاص بيقول ايه ويروتيت كورس فوكس اند فاين فوكس يعني احنا بنلف الكورس فوكس والفاين فوكس تو سي كلير ايميج عشان توضح الصورة بيقول لفنجو ارجنزمس ار ديفرنت احنا عارفين لفنجو ارجنزمس مختلفين بس الحاجة الوحيدة المشتركة ما منهم هي وجود السل تمام العين يا جماعة يعني انا عيني تقدر تشوف الحاجات اللي طولها 0.1 مليمتر ولو الحاجة بقت اصغر من 0.1 مليمتر انا اسف مش قدر اشوفها واحتاج استعمل مايكروسكوب طب لو الحاجة اكبر من 0.1 مليمتر لا اقدر اشوفها عادي على فكرة فيه سلز كبيرة والاي تقدر تشوفها يعني انا عيني ممكن تشوف اللارج سلز من غير مايكروسكوب لكن لو فيه سمول سلز لا هاتطر استعمل المايكروسكوب يعني انت مثلا عندك الplant and animal cell بتبقى بين 0.1 و 0.005 مليمتر تمام ده الايه طول الplant cell والanimal cell تمام بط سلز ميبي سمولر يعني انا عندي الplant cells والانيمال cells دول بين 0.1 و 0.005 فيه حاجات صغيرة جدا زي مين زي البكتيريا وفيه حاجات كبيرة جدا زي مين زي يعني ايه يعني بيضات الطائر يعني ما فيهاش كتكوت اللي هي فضية اللي هي النية دي بيبقى فيها خلي بالك من معلومتين انا اول معلومة بتقول لي ان السل دي كبيرة يعني انا قدر نشوفها بعيني زي وبيبقى فيها تمام طب بيقول ايه لو احنا عايزين نغير في انواع العدسات اللي هي عشان نشوف الصور بشكل اوضح تمام فبيقول لك ايه لما تشوف صور يعني ايه يعني لما بغير القوة بتاعت العدسة كلمة فوكال لينس او مجنفاينج باور يعني قوة العدسة فيه عدسة قوة ضعيفة فيه متوسطة فيه كبيرة فبيقول لك تعمل ايه لما انت بيحصل ايه لما تيجي بتغير بشوف تفاصيل اكدر لو اللينس اللينس اللي هي اوبجيكتيف لينس يعني قوة التكبير بتاعتها صغيرة اكيد اكيد هشوف الامج او السل اللي هشوفها تحت ميكروسكوب حجمها صغير ولو اللينس عندها اللينس التانية اللي بيبقى عندها قوة تكبير كبيرة اكيد هشوف صور اكبر بس اللي قوة التكبير بتاعتها صغيرة هيشوف سمول سايز تحت الميكروسكوب اللينس اللي عندها قوة تكبير كبيرة خلص هتشوف حاجاته تحجمها كبيرة تمام سيل ستينينج بيقول ان الديامتر يعني ايه دامتر انت واخدها في الماس لما يكون عندك سيركل تمام المسافة اللي ما بين الطرف والطرف من السيركل ده بيقى اسمه الديامتر بيقول ان الديامتر بتاع الانيمال سيل 0.001 سنتيميتر او هنستعمل يونت تانية اسمه مايكرون 10 مايكرون تمام السيل بيولوجست السيل بيولوجست الجماعة هو اللي بيدرس السيل اللي بكل تفاصيلها بقى السينتست لو في دكتور مثلا جال لواحد عيان متعور فالدكتور اداله دواء علشان الجرح ده يلم فبيقولك ان الدكتور لما بيحب يشوف السيلز بتاعت الجرح وهي بتلم بيحتاج لسيل بيولوجست يبقى السيل بيولوجست علشان يشوفوا هما الاتنين طريقة شغل السيل وهي بتلم الجرح وكمان الدكتور بيحبوا يشوفوا كمان شكل السيلز وهي بتخف لما بنستعمل دواء يعني فاكل لما يكون عندك اللوز كده تمام بتلاقي زورك لونه احمر تمام السيلز بتاعت زورك بتبقى لونها احمر لما تيجي تاخد دواء المفروض السيلز بتاعت زورك لونها احمر دي بترجع لطبعتها واللون الاحمر بيمشي فبيقولك ان الدكتور بيحب يشوف السيلز وهي بتخف لما بيحتاج للسيل باييروجيست ماشي بيحتاج له عشان يشوف شكل السيلز وهي بتستجيب للدواء or respond to medication يعني يعني الاستجابة للدواء السيل باييروجيست كمان بيحتاج انه يشتغل فيه مجال الزراعة وطالما قلنا مجال الزراع يبقى هو بيعمل ابحاث ودراسات على تمام وتأثير يعني بنقول ايه العوامل البيئية زي مثلا الفيضانات والجفاف اه حاجات اللي بيبقى فيها مطر كتير heavy rain وللات الرين تمام بيشوف تأثير عوامل البيئة على البلانت سيلز او الريسبونس اللي هو استجابة البلانت سيلز لعوامل البيئة المختلفة دلوقتي انا لما حبيت اشوف السيلز تحت الميكروسكوب اتفجئت بمفاجأة كبيرة ان انا مش شايف حاجة معقولة طب ونيوكلياس مش شايف ميتوكوندريا الفاكيول الجورجي أبريتوس شايف حاجة خالص الله يعني انت دلوقتي حطيت حاجة تحت الميكروسكوب ومش شايف السيلز بتاعتها ايوة طب ليه قالك لان السيل دي بتبقى شفافة وملهاش لون وعشان كده هنتطر نضيف لون على السيل وبيقولك ان اللون كل لون مسؤول عن انه يوريلك حاجة هو السيل يعني مثلا فيه مثلا لون ازرق هو المسؤول انه يوضح لك شكل النيوكلياس لون احمر مسؤول انه يوضح لك شكل حاجة وهكذا يبقى الوان معينة مسؤولة انها توضح لك اشكال الحاجات تحت او اشكال الورجنز تحت الميكروسكوب تمام مش بتتشاف حتى تحت الميكروسكوب فعشان كنا نستعمل الوان اسمها الصبغة الصبغة اسمها ستين او ضاي ستين او ضاي علشان تضيف لون عشان تخلي مرئية اكتر تتشاف بوضوح الميسايلين بلو الميسايلين بلو ده صبغة لونها ازرق هي اللي بتخليني اشوف مين في السلز اللي قدامنا نيوكلياس اسمه سري دي سل مايكروسكوب هيعمل ايه هيروح مصور السلز اللي تحت الميكروسكوب او يصور السامبل وبعد كده يبعتها للكمبيوتر الكمبيوتر يوريني شكل السل اللي بتفاصيلها في شكل سري دي يعني سري دي يعني اقدر اشوفها من فوق ومن تحت ومن الجناب تمام وكمان يلون هالي مش اعمل زي الساينتس بتوع زمان يروحوا يلونوا الحاجة باستعمال ستين تمام هنا بيقول ايه اخترعوا مايكروسكوب بيوري سري دي يعني يوري هاني من فوق ومن تحت اسمه ايه الميكروسكوب سري دي سل مايكروسكوب يعني بنشوفها من فوق من الجناب تمام ودي الحكاية اللي احنا حكناها ان الميكروسكوب اللي بياخدوا الصور ويبعتها للكمبيوتر ويلونها تمام ايه لازم تسري دي سل مايكروسكوب بيساعد البيولوجست انه هما يعرفوا اكتر عن الورجينز او السل باردز وكمان يعرفوا اكتر عن السل ديفيجن او هيقولك بيساعد البيولوجست طيب والدكتورز هتساعدهم هتساعد الدكتورز ان هما يعالجوا الكنسر ازاي يقوله الكنسر ده اصلا عبارة عن ايه عبارة عن سل ديفيجن بيحصل كتير جدا لمكان بيصبر السرطان المكان اللي في الجسم اللي بيصاب بالسرطان بيحصل فيه كتير تمام يخلي مثلا لو واحد عنده لقدر الله كانسر في العظم بتاع رجله ماشي هيوضر يعمل كتير لغاية اما رجله تبقى ضخمة قد كده بتدوس على عصاب رجلك بتعمل لك قلم بتبقى تقيلة فطبعا الكلام ده مش هينفع فنعمل ايه بنستعمل سريديو سيل ميكروسكوب يعمل ايه يدخل جوه السيلز بتاعة الرجلين او بتاعة اللج علشان نشوف ايه اللي بيسبب السيلفجن الكتير يعني ايه السيلفجن الكتير اللي هو الكنسر مين سبب الكنسر تمام ويتعرفوا على الماتيريال او السابستانس اللي بتعمل السيلفجن الكتير ويروحوا يده دواء معين يمنع المادة اللي بتعمل السيلفجن الكتير انها تشتغل توقف شغلها يبقى الدكتورز بيستعملوا ليس سيل ميكروسكوب تريت كانسر وقلنا الكنسر ده كوزد باي ايه مين سببه سيلز بتعمل ايه بسرعة وكتير هناخد شوية نوتس ونقفل الشغل خالص وخلي بالك معايا لما تكبر معناها ان زاد النمبر طب يعني زاد السيلف لما اقولك لما اقولك لفنج ارجنزم كبر عندي مثلا ولد رجله في جريت سيكس اكيد شكل رجله هيتغير وهو لما يدخل الكلية طب ايه اللي حصل يبقى حصل او جروس طب معناها السيلز زادت في الصيز ولا زادت في النمبر زادت في النمبر تمام وعندي اسئلة هنا true or false اخد بالي منها اكيد لا مفيش حاجة اسمها السيلز تبقى او شاوها بعض في لان الممكن يكون يعني انا مثلا هل انا السيلز بتاعت الاستومك عندي زي السيلز بتاعت البرين اكيد لا خلاص طب قول سيلز هاف سيلول لأ البلانت سيلز بس هي اللي عندها سيلول طب قول سيلز هاف سيل من برين ايوة طب قول لفينج أورجنزم اسمت اب اوف وان مور زان وان سيل لا طبعا ممكن تكون وان سيل اونلي زي البكتيريا الهيومان جسمه بيتكون من 40 تريليون سيلز خلي بالك من المعلومة دي وفيه بيقول زي يعني الاجزاء المختصة او الموظفين المختصين جوه البلانت سيلز بيعملوا ايه بيعملوا أو بيعملوا تخزين او تجميع للووتر والنيوتريانس وبكده انا خلصت معاك كونسبت وان شكرا